عندما استهدفت إدارة ترامب القيادين رحمة الله تعالى عليهم قادة النصر كان الغرض من عنده إضعاف إضعاف القدرة العراقية الحجدية بالذات ومحاولة يعني إيجاد نوع من التوازن عندما اختلت توازن لصالح الكوات العراقية والحشد في المقدمة فهذا ما تحملت إدارة ترامب فلجأت إلى احتيال القادة في محاولته إلى إيجاد نوع من التوازن فبذلك هذا هو دليل عملي أن الإدارة الأمريكية استغفت مع من عندما تختال قادة بمستوى سليماني رحمة الله تعالى على روحها والسيد المهندس رحمة الله تعالى على أرواحهم جميعا هي بهذا قدمت الدليل المادي العملي أنها انحازت إلى داعش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة